من النهارتها لوقتها من وقتها لهلأ مما بشوفني على الطريق بيقول لي أي متى رح ترجع تستطيع يا حبيب الياس كرام وهي الأستاذ الياس كرام معنا بستوديو رجعنا رغبة تلبية تلبية لزوق السميعة مش تلبية لزوق الجمهور الانو مش انه جمهور حيالله جمهور السميعة النوعية النوعية نوعية اللي انبسطت فيك بوقتها وقالوا رجعت الياس كرام على تلف شاشة التلفزيون لابناني بعض وقت طويل اللي الشرف والله بنرجع نشوفك أكتر وأكتر إن شاء الله يا رب يعني أنا أنا أولا هشام بحبك كثير كثير بحبك أدمعنا بحبك وبشكر بشكرك طبعا وبشكر الام تيفي اللي على هالاستضافة وبشكرني لأنه لا بشكل쳐 اليوم اللي يا س dni كرا أكيد لا انربت يعلم على مجيول ولا نربت يعلم على نجاح ولا pl pale اليوم عمل كل شيء ختم مسيرة كبيرة فنية كبيرة صرت بتعمل حفلات وقت اللي أنت بدك تعمل قصرات وقت اللي انت بدك. شو بعد بهمك اليوم ليس كرام بعد كل هيد المسيرة الناشحة بصراحة بهمني الصحة صحة والله العظيم اهم اهم قبل كل شيء ولكن الصحة طبعا. ولادك كبروا ايه ولادك كبروا. بناتي ليلاس وجنة اوكي كبروا وتجوزوا لا بعضهم صغار بعضهم ادي يعني يعني 11 و 14. احنا قلت كبروا انا ما كبروا بعد. شو كبروا. كبروا من سنة الماضية. اليوم ولادك 14 و 11 يعني انت بعدك صراحة خلينا نكون صريحين بعدك بحاجة تشتغل لتقدر تلبيلهم طموحاتهم. خاصة انطاروا المصريات. يا حبيبي ما نحنا عملنا هاي انه مشان مش اي حفلة بعملها. مش اي حفلة بعملها. مش اي حفلة بعملها. كيف تفاوض حفلات اليوم؟ يعني مشكلة يجي حدا بده حفلة بقلو ايه كنت دقق وهيك مثلا. كنت وعساس انا مرتاح انا وانو مصارينا بالبنك وجانا عبرنا وشي مني يعني بيعيشنا حياة كريمة. هاني بلبنان. ايه. ايه. ولا فجأة من شي ثلاثة سنين يمكن. عمل لك رياض سلامة بقوسة. بقوسة. ايوا. وقال بكرة بيتعودوا. لا ايه. بعدين صار كان واحد مثلا يتلصل فيني على حفلة. مسلا. ايه. بقلو ستين الف. ازاي اللي تسعة وخبسين بسكر بيوجه. اف. والله العظيم. هلأ. هلأ بقلو ستين الف. ايه الفين بقلو جاي. ها. ما صايرة بمعا كنتين. لا اولو. لكن هلأ رجعنا. هلأ رجعنا. هلأ رجعنا. جلسنا شوي يعني هون بلبنان. انا بقل لك هون بلبنان تحاش على عشرة اتناعش. صار فيك تحسنة. هلأ. هلأ رجعنا. هلأ رجعنا. هلأ رجعنا. انتشر لك فيديو مش من زمان على تيك توك كنت بألمانيا. الياس كرم مع انه صيد الطرب. ولكن الياس كرم بيتمتع بطواضع غريب عجيب. شوف. الياس عن جهد. هلأ واحد. عفوا. بس انت فنانين اقل منك بكتير. ما من قدر نحكيهم. صراحة بلك. يعني انت متل عاملني متل هيك. متل تعاملني كأنه ابنك الروح يام تحكي معي دائما وابدا. هل سأتي بتصف فيك بلاقيك. فيه تواضع غريب. هيدا تواضع انفقت بإيام بفنانين. ما في حي لايك كل واحد تقيل يكون متواضع. شفت السنبلي لما هيك. لما السنبلي. شفت لما تستوي. تنحني. كيف تعمل هيك. وهديك المش مستوية تعمل هيك. واو واو. اشتركوا في القناة